نسع الصباحكم أهلا وسهلا فيكم بيئة التوقعات الفلكية والأبراج واليوم رح أرد على أسئلتكم نبدأ ببنت الجزائر يسع الصباح الجزائر وأهل الجزائر برجك الدلو ومولودة من الـ 12 ونص للوحدة أنت قلت قبل الظهر هي المفروض بعد الظهر فأنا أخذتها من الـ 12 للتنتين بعد الظهر في الطالع رح يكون جوزاء برجك الدلو الجوزاء بيخدم مصالح الدلو خلينا نحكي للدلو أنه إنسان بيتنازل بعض الأحيان وهو عارف أنه هو صح يسكت عن حقه ويأجل الأمور ممكن هذا التأجيل حكينا لما يكون فيه توافق بين إذا كان فيه توافق بين الجوزاء والدلو وهي من الأمور اللي بتزعج برج الجوزاء أنه الدلو كثير بيتساهل بحقوقه ويتراجع عن خطواته حتى لو كان هو صح فالجوزاء بيعطي قوة للدلو يخلي هاي الأمور تنتهي عنده أو تخف بدرجة 70% تقريباً فالجوزاء بيخدم مصالح الدلو كثير وأيضاً هاي السنة كانت الجوزاء أموره ماشية أحسن من الدلو فبيعتبر يعني نعتبرها أنه الجوزاء كويس لبرج الدلو يخدم مصالحه فاتن الحوت من الأربعة إلى الستة الصبح وبرجك الصعد أيضاً الحوت ودائماً اللي مولودين من الأربعة إلى الستة الصبح يظل برجهم الطالع مثل ما هو برجهم الأصلي فحوت مع حوت وخليني أحكي لك أنه لما يكون البرج الصعد هو نفسه البرج تبعك بيكون السلبيات والإيجابيات مضاعفة يعني بيجيكي انفراج بيكون مضاعف بيجيكي هم بيكون مضاعف فعشان هيك بدك تكوني حريصة أنه لما يكون فيه تراجع أو مطبات تضاعفي الجهود وتزيدي التفكير والتخطيط وجدولة الأمور بشكل صح في عنا روز بدك القوس رح أحكي للقوس آسيا الحوت والطالع حمل ويخدم كثير الحمل مصالح برج الحوت على كل المستويات والسنة الجاي رح يكون الحمل هو بالمقدمة لذلك رح يكون تكون الأمور كويسة لآسيا كمان بالنسبة للمواصفات الحوت والحمل اثنين هم عندهم مزاجية ولكن بفرق أنه الحوت مزاجيته مضاعفة عن الحمل الحوت ما بيرضى بسهولة ما بيتصالح بسهولة بيفكر بالأمور بشكل سلبي بياخذ الأمور على محمل الجد ويكبرها بينما هي صغيرة كثير فالحمل بيجي شوي يوازن هاي الأمور عند الحوت إيناس سبعة ثلاثة هلأ لما يجي التاريخ بأرقام صغيرة ما رح أعرف وين الشهر ووين اليوم لذلك اللي مثلا إيناس قولي لي سبعة شهر ثلاث يعني الحوت أو ثلاثة شهر سبعة السرطان عشان أعرف أحكي لك عن أي برج سوزان الثور عن السفر والحمل والمال هلأ رح أحكيه وعندنا ثمانية ثمانية الأسد من الستة للثمانية مساء الصاعد هو الحوت طبعا مواصفات الأسد أقوى جدا كمواصفات ولكن ببعض الأحيان يكون كتوقعات فلكية الحوت أفضل إذن عندنا الحوت والدلو والقوس والأسد والثور رح نحكيه بداية للحوت الفترة الأولى فترة تحمل الانفراجات على كل المستويات بدك تستغلها بشكل جيد قبل ما ندخل العشر أيام الأخيرة لأنه رح تتغير المعطيات انفراجات على المستوى المهني والمالي والاجتماعي أيضا هاي الفترة رح تحس حالك أنه بدك تندمج بالمجتمع بدك تكون بالمكانات اللي فيها صخب بدك تعمل من ضمن مجموعة قراراتك بدك دائما تاخذ فيها نصائح الآخرين وهذا الشيء بيخدم مصالحك كثير فترة مميزة على كل المستويات كمان بمتابعات صحية ممتازة متابعات معاملات مثلا قد تكون مالية أو من أي نوع الكان حتى إذا كان في عندكم متابعات لسفر أو لدراسة بالخارج رح تكون سهلة أيضا فترة تحمل القرارات الجذرية والتغيير بالحياة على كل المستويات ولكن بدنا نوصيك أنه ادرس الأمور بشكل جيد وابتعد عن التهور في عندنا الدلو الفترة الأولى الثلاث أسابيع الأولى بدك تكون حريص جدا يا برج الدلو على كل خطواتك وتصرفاتك والقرارات اللي بتتخذها هاي الفترة مش سهلة أبدا أنت تحت الضوء وفي كثير عم بيحاولوا يرجعوا خطواتك إلى الوراء قد تكون فترة ضاغطة ولكن هي فيها انفراجات ولكن قد تكون مراوحة بالمكان تأخير وتسويف ولكن إذا قدرت أنك تستفيد من معطيات هاي الفترة رح تعرف كيف تتعامل معها ممكن أنك توصل لهدف حافظ على سمعتك بشكل كتير كبير اعتمد الدقة بالإنجاز وهذه النصيحة لبرج الدلو للثلاث أسابيع الأولى ما تدخل بتحديات وأيضا حافظ على صحتك حاول أنه تراجع عند ظهور أي أعراض التراجع المريخ ممكن له علاقة بالأبناء والبنات فكون حريص بتعاملك مع الأبناء بهاي الفترة حاول أنه تكون صبور ومستمع جيد عشان ما تخسر مثل هاي العلاقات كمان هي فترة جيدة لاستعادة حقوق قد تكون مالية أو معنوية في عنا برج القوس الفترة الأولى فترة تحمل الروتين والمراوحة بالمكان وهذا ما بيناسب القوس أكيد لأنه القوس من الناس اللي بيخطط وبينظم وبيعرف كيف الأمور عم تمشي فلما تتعاكس معه الأمور بيصير هو بحالة انزعاج فانتبه هي فترة خالية من الدعم والحظ ولكن في فرص إذا عرفت كيف تتعامل مع المعطيات عليك أنه تتخذ القرار من ضمن مجموعة اعمل من ضمن مجموعة يكون أفضل أيضا اهتم بصحتك بهاي الفترة متابعات صحية قد تكون أفضل من بدايتها بهاي الفترة الحذر من عمليات النصب والاحتيال يا برج القوس بدك تنتبه لعد المصاري للمعاملات المالية كيف تكتب الأرقام هاي الفترة ماليا جيدة ولكن بدها حرص وتعرف كيف تتعامل معها في عندنا برج المطلوب كان برج الثور الأسد أولا وبعدين الثور الأسد الفترة الأولى تحمل المدود جزر وانت اللي راح تحدد هل هاي الفترة إيجابية أم سلبية لأنه المدود جزر انت واضح قدامك ما في معطيات غير مفهومة أو إنك مش عم تقدر تتخذ القرار بالعكس هاي الفترة كثير ممتازة الأمور واضحة قدامك ولكن بدك تكون بدك تعرف كيف تختار بدك تعرف كيف تتخذ القرار بما يواجهك من معطيات إذن هاي الفترة راح يزداد فيها الخصوم تزداد فيها القال والقيل مشاكل ممكن تتلاقي بعض الناس اللي عم بيحكوا عنك أشياء أنت ما بتعرفها لذلك بدك تعتمد الدبلوماسية المواجهة مش من مصلحتك به هاي الفترة ممكن العاشر أيام الأخيرة راح تكون المعطيات أفضل أنك تواجه وتضع الحدود لمثل هاي الناس تعمل على إنهاء مشاكل عائلية وأنت راح تكون طرف فعال بإنهاء مشكلة بين أخوة وخوات أو بين أي نوع قرابة فرح تزغر الأمور وتوضح وجهات النظر وهذا راح يخلي منك أنك تكون خلينا نقول بطل بهاي المسألة حافظ على سمعتك وما تعطي ثقة لك كل حدا بتسم لإلك لأنه بعض الابتسامات بتخفي أفكار قد تكون مؤذية بالنسبة لإلك كون جاهز لأي طارق بهاي الفترة في عنا الثور وآخر برج راح نحكيه الثور الفترة الأولى يا ثور الفترة الأولى تحمل السلبي مع الإيجابي هاي الثلاث أسابيع الأولى أكثر حدا تعبان فيها الثور والدلو لذلك الثور بدك تكون منتبه للمعطيات بدك تكون منتبه لتصرفاتك لأقوالك لأفعالك الحذر لازم يكون مضاعف وأيضا تتقبل آراء الغير يعني ما تكون عنيد وما تكون متهور وعصبي ومنفعل بدك تكون مستمع أكثر من متكلم اعتمد الدبلوماسية ما تدخل بتحديات أو نقاشات عقيمة بهاي الفترة أي تصرف سلبي منك راح يعرضك للمسائلة وممكن هاي الفترة تتعرض للمسائلة يعني مش بالضرورة تكون قانونية مسائلة ليش قلت هيك ليش عملت هيك وهذا الشيء بيزعج برج الثورة على فكرة ولكن حتى لا تتعرض لكون مستمع أكثر من متكلم كمان وجود فرص تحمل نقلة نوعية بحياة برج الثور إذا عرفت كيف تتعامل مع المعطيات بهيك انتهى وقتنا لليوم إن شاء الله بكرة راح يكون لنا لقاء لحتى نحكي عن كل ما هو جديد صح الصباحكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة